مصر كانت بتحارب على أكثر من جابة صحيح يعني مش بس عندك مشاكل اقتصادية بتصلح هلأت عندك مشاكل خارجية إقليمية أو دولية عندك مشاكل يعني من كل ناحية حتى كان فيه عدم استقرار داخلي وكان فيه إرهاب داخلي وكان فيه ده كلام فأنت كان عندك مشكلة أكبر من أي دولة تانية ده كلام مهم جدا لأنه اليونان الفتى المدلل للاتحاد الأوروبي أوهم لسه ما هتخلصوش مشاكلهم بالمناسبة والحياة اللي اتحركه كان بيساند اليونان بقوة في حين أنه مصر في منطقة ملتهبة للغاية مؤكد الصراع على المستوى الدولي على بعض المناطق داخل منطقة الشرق العصر بنتكلم على بعض الدول الحياة كان عليها صراع على المستوى الدولي قوة عظمى بتتحارب داخليا مثلا كان سوريا أو ليبيا أو اليمن أو غير والحياة ومصر الحياة دوما كانت بتلعب دور حامل الغاية في محيطها العربي والإقليم ومصر دوما كان عندها مواقف سابتة وهذه المواقف بتنبع من قوميتها وعروبيتها وبالتالي كان مهم أو أنه قرار مصر يكون قرار نابع من هذا المنطلق فالحياة مصر وهي تجاهد في منطقة ملتهبة خارجيا وهي تحارب الإنهاية الداخليا كان عندها مشاكل اقتصادية داخلية بالتأكيد كمان كده الواضع الاقتصادي صعب للغاية وهنا نبتدي أول عنصر نتكلم فيه فيما تعلق به للصح الاقتصادي وأتصاونه ده كم أن الأمود الهامة للغاية هو المكاشفة والوضوح والتشخيص الدقيق للمشاكل اللي بتواجه المواطن زي الطبيب لما يجي يعالج المريض يقوله الحقيقة أنت عندك 1-2-3 ولازم تعمل 1-2-3 لأنه الحقيقة التشخيص ما كانش بس تشخيص فيه مشاكل بتواجه الاقتصاد الكل لأنه ما كانش هو ده الممطلق الوحيد لكن كان الممطلق الأهم بالنسبة للدولة بالنسبة للرئيس بالنسبة للحكومة هو درجة وقدر معاناة المواطن وإزاي يتم التعامل مع هذا القدر من المعاناة علشان إدراك تام من جانب الدولة المصرية أنه مواطن لديه ثقة في الدولة أنها تتعامل مع مشاكله هيكون هذا المواطن داعم لأي خطوات للإصلاح لأنه دوما الإصلاح ليه تكلفة هذه التكلفة بيتحملها المجتمع ككل المواطن بيدفع فيها الجزء كان مهم أو أنه يكون في طار من المكاشفة والمصارحة دا كان النقطة الأولى في الإصلاح لإدراك تام أنه مهم أو أنه كافة المواطنين يشاركوا فيه نجاح الأصلاح وده يمكن من الدروس المستفاة دا أنه إزاي أنه المواطن داخليا يكون متفاهم ليه الوضع والحياة كانت تشخيص دقيق وكان ديسالة دوما أنه مصر اللي الحياة كانت بتعالج بالدواء ما كانش بيجيب نتيجة كان من المنطقي والطبيعي حفاظا على صحة الاقتصاد حفاظا على حياة ومستوى معيشة المواطن سهلا دكتور برضو يعني على الرغم من المشاكل الكثيرة الاقتصادية اللي كانت بتواجه مصر على مدار السنين اللي فاتت ويمكن هي نتيجة تراكم لسنوات طويلة مصر قدرت تلعب دور كبير جدا في مواجهة فيروس كورونا وده يعني أكيد له بعض من الأسباب من أهمها هي فكرة الرؤية الاستباقية والتحرك الاستباقي لمواجهة الأزمة لكن برضو لازم يكون فيه ركيزة اقتصادية ونهجاح اقتصادي أنت بتنطلق منه صحيح بس خلينا نقول لو كان أزمة كورونا جات من خمس ست سنين التساوي كان هيبقى الوضع بالنسبة ليه مش بس الوضع للاقصاد المصري لكن كمان كان هيبقى بالنسبة للموطن صعب للغاية لأنه القدرة على التعاون مع هذه الجائحة داخليا ده أتى من سموات بنعم جساة الاقتصادية خلينا نقول نبتدي ناخد بقى مواجهات الاقتصاد الكلي كانت منذ سبعة عوامل كان الوضع عامل إزاي وقبل أو قبيل الجائحة كان الوضع عامل إزاي بنتكلم معدل نموك صعدي كنا بنتكلم تقريباً اثنين ونصف في المائة في المتوسط منذ سبعة عوامل إحنا قبيل الجائحة كنا بنحق معدل نموك صعدي خمسة ونصف في المائة خمسة وستة منعاشة في المائة يعني إيه معدل نموك صعدي؟ يعني قدر ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات كان بيزيد بخمسة وستة منعاشة في المائة ده معناه إيه؟ معناه إنه الدولة زي مصر كبيرة مش كبيرة فقط بحكم التاريخ ولا بحكم الوغرافيا لكن بحكم الواقع بنتكلم عن دولة فيها مائة مليون والأقصر صعوبة والأقصر التحدي إنه دولة بتزيد زيادة سكانية باثنين ونصف في المائة وبالتالي كان مهم جداً إنه معدل نموك صادي نتخطى يكون أكتر من المعدل صحيح ستة ونصف في المائة علشان المواطن يبتدي يحس إنه فيه إصلاح بيأتي أو بينعكس عليه مباشرة مش بس النموك الصادي لكن كمان كان الحكومة بتتحدك في مفهوم التنمية الشاملة مش بس النموك الصادي لإنه إحنا بقد استفدنا من الفترة 2004-2007 كنا بنحق فيها معدل نموك الصادي مرتفع لكن ما كانش فيها تنمية بمعنى إنه النمو ممكن نعمله من قطاعين تلاتة من قطاعات النشاط الأقصاد لكن التنمية بنعملها من كل قطاعات النشاط الأقصاد يعني إحنا بستقول إنه نمو واصل لكل القطاعات الاقتصادية من ناحية وبالتالي واصل لكل مواطن في مكانه من ناحية تنمية كل قطاعات النشاط الأقصادية تقريباً كل محافظات مصر بتشارك فيه وده أمر مهم جداً علشان إحنا بنعالج العشوائيات ومش بس بنعالجها في وضعها الحالي لكن كمان أسباب زيادة العشوائية بنقومها إزاي إن إحنا نجعل كل مناطق مصر كل محافظات مصر جاذبة للسمار جاذبة للتوظيف بتخلق فرص عمل وبالتالي ده العنصر اللي كانت بتتحرك فيه الحكومة إنه إزاي يكون كل محافظات مصر محافظات جاذبة وبتالي التنمية تكون في كل محافظات مصر بيشارك فيها الجميع وينعكس أصادها الإيجابية على الجميع فده ما يتعلق به معدل النمو الاقتصادي بمفهوم التنمية بنتكلم بقى على كان خلل واضح فيه الموازن العامل للدول بنتكلم عجز مزمن كنا بنقترب من 13% عجز الموازن العامل للدول والجزء الأكبر من هذا العجز كان بيروح فيه الإنفاق الجادي يعني فيه الإنفاق الجادي إنه العجز أنا بموله وبموله بتكلفة متفعة وهذا التمويل بيروح مش في الإساسمار بيروح في الاستهلاك وده كان أمر بيخلق مزيد من الصعوبة على الوضع الإقصار وهي القصة مش بس كده إنه استمراره كان كارسي طبعا يعني أنت لحد وقت معين قادر تسد الخنات أو يعني بصعوبة فكان الموضوع مش هتقدر تكمل طبيعي كان لازم ننزل بعجز مواسطة وتحطت خطة إحنا بنتكلم على 7.2% مستهدفاتنا 6.5% العام الحالي وبالتالي كان أمر مهم إنه عجز الموازنة يتم التعامل معاه على المستوى الكلي وكمان على مستوى الموازنة بعيدا عن تكلفة التمويل يكون بنحقق قد من الفائد لأنه ده معناه إنه الموازنة العامة بتسيد بشكل منطقة